موسيقى خلال اجتماع الحكومة بالعالمين مدبولي يعلن الاعداد والتكييز للانتقال للعاصمة الادارية الجديدة رئيس الوزراء العراقي يقول ان حكومته مستعدة لتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة الامم المتحدة تدعو اوكرانيا وروسيا لوقف كافة الانشطة العسكرية قرب محطة زابوريجيا النووية الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرانيش نشرة اغبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى استهل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة الذي عقد برئاسته اليوم بمقرها بمدينة العالمين الجديدة بالاشادة بالجهود التي قام بها السيد الرئيس والجهات المصرية المعنية ونجاحها في وقف اطلاق النار في قطاع غزة كما أشهد مدبولي بلقاء الرئيس السيسي مع طلاب الكلية الحربية وأهمية تلك اللقاءات في توجيه الرسائل المهمة حول مختلف القضايا الداخلية والخارجية كما أشار مدبولي خلال الاجتماع إلى أنه يتم حاليا الإعداد والتجهيز للانتقال النهائي والدائم للحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لافتا إلى أنه يتم الاطمئنان على منظومة الاتصالات وتجهيز الطرق خاصة في ظل تنفيذ بعض أعمال تنفيذ القطاع الكهربائي والمونوريل كما عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة تقرير الحالة الوبائية في مصر وخلال الاجتماع تم الإضاحة أنه خلال الفترة من السادس إلى العاشر من أغسطس الجاري بلغ متوسط الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 182 حالة بينما شهدت هذه الفترة 17 حالة وفاة كما تمت الإشارة إلى أن نسب الإشغال بمستشفيات الجمهورية المخصصة لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس كورونا لا تتعدى 2% موضحا أن 98% من الأسرة الداخلية شاغرة وفيما يتعلق بجدر القردى أكد تقرير الحالة الوبائية أنه لم يتم تسجيل أي حالات في مصر إلى العالمين الجديدة لنقل مراسم توقيع عدد من البروتوكولات من بينها مشروع إنشاء محور السخنة الدخيلة اللوجستي المتكامل للحويات صادية لقناة السويس وكل من السيد كليمنت شينغ العضو المنتدب لموانئ هاتشيسون أوروبا وسيد لوران مارتنز نائب رئيس سي إم إي وسيد فان جو العضو المنتدب لكوسكو ترجمة نانسي قنقر نشهد الآن التوقيع المبدئي على مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف مية بالدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف هاتشيسون أم إس سي شركة تحت التأسيس يوقع التعاقد السيد اللواء بحري نهاد شهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وكل من السيد كليمنت شينغ العضو المنتدب لموانئ هاتشيسون أوروبا وسيد جوزي بو ملهب مدير تطوير الإعمال بتي آي إل الشركة التابعة لإم إس سي شكرا وفق مجلس الوزراء على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين تضمنت تلك القرارات الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية الجهود التي تتم لتنظيم مؤتمر كوب 27 في مدينة شرم الشيخة لإظهار قدرة مصر على أصدافة الفعاليات الدولية الكبرى وأشار مدبولي إلى حرص الحكومة على تحقيق المشاركة الفعالة في تمويل قائمة المشروعات ضمن برنامج نوفي من جانب شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف فضلا عن القطاع الخاص وتطرق الاجتماع إلى أجندة النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي واكتماعات وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من السابع إلى التاسع من سبتمبر القادم بهدف تنصيق وتوحيد المواقف والرؤى الإفريقية قبيل انعقاد مؤتمر الدول للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 أجرى وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ أجرى اتصالا مرئيا بمبعوث المناخ الصينية شيشنهو وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية سفير أحمد حافظ أن الاتصال بحث متابعة نتائج اللقاء الذي جمع الجانبين في مايو الماضي كما تم خلال الاتصال الإعراب عن التطلع لمشاركة صينية رفيعة المستوى في فعاليات الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والتي تستضيفها وتترأسها مصر بشرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل وذلك على نحو يسهم في خروج مؤتمر كوب 27 بالنتائج المنشودة لتعزيز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة والاتفاق على مواصلة التشاور والتنصيق بين البلدين أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من تقريره الدولي مقتطفات تنموية ويهدف التقرير إلى إلقاء الضوء على باقة من المعارف الصادرة عن كبرى المؤسسات الدولية ومراكز الفكر العالمية وأشهر التقرير إلى إشادة وكالة فيتش العالمية بجهود الحكومة لتعزيز دور قطاع الخاص وتوقعات الوكالة بنمو قطاع البناء والتشهيد في مصر بنسبة 11% خلال العام الجاري كما أشهر التقرير إلى تحذير البنك الدولي من الركود الاقتصادي العالمية وأنه هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية وتوقعته بأن يتباطأ النمو العالمي بشكل حاد هذا العام ليصل إلى 2.9% مقارنة بـ 5.7% العام الماضي ترجمة نانسي قنقر وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 446 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 127 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 35 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 73 طن أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط أكثر من 115.5 أطنان أقناح محلية قال رئيس الوزراء العرقي مصطفى القاذمي أن حكومته مستعدة لتسليم السلطة لأية حكومة منتخبة وأضف القاذمي خلال اكتماع مجلس الوزراء أن الدم العراقي غال وأن حكومته تقف على مسافة واحدة من الجميع مؤكدا أن الشعب العراقي عانى الكثير منذ 70 عاما وأوضح القاذمي أنه قدم مبادرة لاقت استحسان أغلب الكتل السياسية وأن حكومة لا تزال تعمل على تهيئة فرصة للحوار وتصحيح المصارات الخاطئة وجه وزير الدفاع العراقي جمع عناد قادة العمليات والفرق بالابتعاد عن الصراعات السياسية وأن يكون القادة على مسافة واحدة من الجميع وأن لا يركنوا إلى جهة ضد أخرى وأوضح عناد في بيان صدر عقب اجتماع مع القادة أن واجب الجيش العراقي المقدس هو حماية الوطن وحدد عناد تأكيده على عدم الانجرار وراء الفتنة وتصرف بحكمة وحيادية أعلنت خلية الآلم الأمنية القبضة على ستة إرهابيين بارزين في عدة محافظات وذكرت الخلية في بيانها أن الجهد الاستخباري عالي المستوى ومن خلال معلومات متوافرة تم القبض على إرهابي في الزعفرانية ببغداد وفي عملية أمنية أخرى ألقى القبض على أربعة إرهابيين خطيرين فيما تم القبض على إرهابي سادس في محافظة صلاح الدين عقد اليوم اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة العربية يخاطبهم خلاله المبعوث الخاص لأوكرانيا لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا السفير مكسيم صبح وذلك عبر الفيديو كونفرنس ويأتي الاجتماع بطلب من أوكرانيا وذلك لبحث آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وجهود الوساطة العربية لإنهاء الأزمة وأثناء الاجتماع قال صبح خلال كلمته إنه يقدر أولوية القصوى التي توليها أوكرانيا وقيادتها للتكثيف حوارها السياسي مع البلدان العربية مبديا تقدير المبادرة العربية بإنشاء مجموعة الاتصال الوزارية وأكد أن أوكرانيا تولي اهتماما كبيرا بتكثيف الحوار السياسي مع الدول العربية وتعزيز التعاون في شتى المجالات تفعيلا لمذكرة التفاهم التي وقعتها أوكرانيا والجامعة العربية حضر الأمين العام للأمم المتحدة أطونيو جتيرش من خطر حدوث أي ضرر محتمل لمحطة الطاقة النووية في ذابورجيا الأوكرانية أو أي منشأة نووية أخرى وطلب الأمين العام للأمم المتحدة بوقف جميع الأعمال العسكرية في أوكرانيا والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بوصول فوري وآمن وغير مقيد إلى موقع المحطة مناشدا جميع المعنيين بالتحلي بضبط النفس وعدم اتخاذ أي إجراءات قد تعرض سلامة المدنيين للخطر من جهته أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبية جوزيب بوريل أكد مع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى دعمهم لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية نحو تعزيز السلامة والأمن النوويين داخل محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية وعرب وزراء خارجية مجموعة السبع إلى جانب بوريل عن إدانتهم الشديدة للعملات العسكرية الروسية في أوكرانيا كما طلبوا موسكو بمجددا بسحب قوتها على الفور من داخل الحدود الأوكرانية واحتراب أراضي أوكرانيا وسيادتها وطلبت مجموعة السبع روسيا بتسليم السيطرة الكاملة على فور لمحطة زابوريجيا إلى المسؤولين الأوكرانيين قالت وزارة الخارجية الروسية أن سويسرا لا يمكنها تمثيل المصالح الأوكرانية في روسيا أو المصالح الروسية في أوكرانيا واعتبرت الخارجية الروسية سويسرا أنها لم تعد دولة محايدة بعد أن انضمت إلى قائمة الدول التي فرضت عقوبات على روسيا تسبب سوء الأحوال الجوية في تأخر مغادرة سفينة حبوب لميناء تشورنو مورسك الأوكرانية بموجب الاتفاق الموقع بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الأمم المتحدة وسمح الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة بمغادرة 12 سفينة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود منذ الأول من أغسطس وتم التواصل إلى الاتفاق الشهر الماضي بعد تحذيرات من أن توقف شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية بسبب الصراع قد يؤدي إلى نقص حاد في الغذاء وتفشي المجاعة في أجزاء من العالم أطلقت إسبانيا مشروعا تجريبيا لاستراد الحبوب من أوكرانيا بالقطار لاستكشاف مدى إمكانية استخدامه إذا أغلقت الطرق البحرية أو تم حضرها بسبب الحرب وتسببت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بتوقف صادرات الحبوب الأوكرانية ما أدى إلى محاصرة ما يصل إلى 25 مليون طن من القمح والحبوب الأخرى في موانئ كييف على البحر الأسود وقد أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الغذاء في كل أنحاء العالم وأثارت مخاوف من حدوث مجاعة من جانبها أعلنت بريطانيا إمداد أوكرانيا بأنظمة صواريخ متعددة الإطلاق قادرة على إصابة أهداف على مدى 80 كيلومترا وقال وزير الدفاع البريطاني بين والس إن هذا الدعم العسكري سيمكن قوات المسلحة الأمريكية من مواصلة الدفاع عن نفسها في مواجهة المدفعية الروسية الثقيلة وبعيدة المدى كما أوضح أن استمرار بريطانيا في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يعد رسالة مفادها أن لندن ستواصل الدعم العسكري لكييف للدفاع عن نفسها وفقت المفاوضات الأوروبية على خطة قدمتها بولندا لتتضمن زيادة في الميزانية الأوروبية قيمتها 5.1 من 10 مليار يورو لدعم شركات الكبيرة والصغيرة ومتوسطة الحجم عبر القطاعات الصناعية المختلفة بسبب تضررها من الأزمة الراهنة في أوكرانيا وذلك بمجاب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمة المؤقتة وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفاوضية أن الأزمة الأوكرانية لا تزال تلقي عفوا بتداعيات سلبية على اقتصاد للتحل الأوروبي والشركات عبر القطاعات المختلفة مشيرة إلى أن هذه التعديلات ستساعد بولندا على زيادة عدم الشركات عبر القطاعات المختلفة ومواصلة التخفيف من الأثر الاقتصادي الأوسع للأزمة الحالية والعقوبات ذات الصلة أعلن الاتحاد الأوروبي إيصال 66224 طن من المساعدات العينية المنقذة للحياة إلى أوكرانيا من خلال 30 دولة عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد وذكر الاتحاد الأوروبي أن هذه المساعدات تشمل 180 سيارة إسعاف و125 عربية إطفاء و300 مولد كهرباء و35 مركبة آلية ثقيلة وأربع جسور عائمة وفي سياق متصل أعلية رئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فيدر كيكسن أن بلادها ستقدم 110 ملايين يورو أخرى كمساعدات مالية لأوكرانيا من أجل الأسلحة والمعدات والتدريب أعلن حاكم منطقة دينيبرو بيترو فيسيك الواقعة وسط أكرانيا أن شخصين اثنين على الأقل اللقية حدفهم فيما أصيب تسعة آخرون بينهم فتاة جرأ قصف قوات روسية للمنطقة وقال حاكم المنطقة أن أكثر من مئة صاروخ الروسي استهدف أربع مقاطعات في المنطقة ما أدى إلى تدمير عشرات المباني وبقاء الألاف من السكان بدون كهرباء مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين تحت الأنقاذ فرضت دول الاتحاد الأوروبية حضر الاستيراد الفحم من روسيا بدءا من اليوم إذا لم يعد مسموحا لهم باستيراد المزيد من الفحم الروسي بعد انتهاء الفترة الانتقالية للحضر الذي يفرضه التكتل كانت دول الاتحاد الأوروبية قد اتفقت في أبريل الماضي على فترة انتقالية مدتها تصل إلى مئة وعشين يوما لمنح القطاع فرصة للتكيف مع حضر الاستيراد ومن المقرر أن يدخل الحضر على النفط الروسي حيث التنفيذ في نهاية العام الحالي مع استثناءات للعديد من البلدان التي تعتمد بشكل خاص على النفط الروسي ترجمة نانسي قنقر أظهر مسح رسمي في بريطانيا أن واحدا بالمئة فقط من الشركات البريطانية عرضت على موظفيها مدفوعات تكلفة المعيشة لمرة واحدة وهو أمر اعتبره بنك إنجلترا مؤخرا خطرا صعوديا لضغوط التضخم وقال مكتب الاحصاءات الوطنية أن 5.5% من الشركات التي توظف أكثر من 250 موظفا قد عرضت مثل هذه المدفوعات في الأشهر الثلاثة التي سبقت منتصف يوليو الماضي قال المستشار الألماني أولاف شولتس أن الحكومة تعمل على حزمة إجراءات لمساعدة المستهلكين على التعاول مع ارتفاع تكاليف الطاقة مشيرا إلى أن التخفيف الضريبي يعد جزءا من حزمة شاملة لمساعدة المواطنين وأوضح المستشار الألماني أن أولوية الحكومة الحالية تتمثل في التحول في مجال الطاقة نحو مصادر الطاقة المتجددة مؤكدا أن تأمين الازدهار هو مشروع إصلاح مركزي للحكومة الألمانية قالت وكالة الطاقة الدولية إن درجات الحرارة المرتفعة في الصيف وارتفاع أسعار الغاز عزز من استخدام النفط في توليد الطاقة وقالت الوكالة في تقريرها الشهرية عن النفط الذي رفعت فيه توقعتها للطلب في عام 2022 بمقدار 380 ألف برميل يوميا أين أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء ارتفعت إلى مستويات قياسية جديدة ما حفز التحول من الغاز إلى النفط في بعض البلدان وحضرت الوكالة من أن هذه المكاسب الإثثنائية التي تتركز بشكل كبير في الشرق الأوسط وأوروبا تخفي ضعفا نسبيا في قطاعات أخرى أظهرت بيانات رسمية صدرت عن الإدارة الأمريكية أن متوسط أسعار الغاز داخل الولايات المتحدة انخفض بنسبة 20% منذ ذروته في يونيو الماضي ووصل إلى أقل من أربعة دولارات للجالون المرة الأولى منذ شهر مارس الماضي وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن المخاوف المتزيدة من حدوث ركود عالمي أدت إلى انخفاض أسعار النفط بشكل حاد الأمر الذي لاقى ارتياحا كبيرا بالنسبة للأمريكيين الذين يعانون من ضائقة مالية حتى مع استمرار ارتفاع التضخم بأكثر مما كان متوقعا سجل التضخم تباطؤا أكبر في يوليو بالولايات المتحدة الأمريكية خصوصا بفضل تراجع أسعار الوقود في المحطات في نبأ أشاد به الرئيس جو بايدن قبل أشهر من انتخابات نصف الولاية الحاسمة الرئيس الأمريكي قال كذلك إن التضخم يظهر علامات على الاعتدال لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لجعل معيشة المستهلكين أكثر يسرى وعلى مدى شهر واحد بلغ التضخم صفرا مما يعني أن الأسعار وخلافا لكل التوقعات لم ترتفع مقارنة بشهر يونيو علما أنها كانت قد ارتفعت بنسبة 1.13% الشهر السابق مقارنة بمايو وقد ارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة بشكل كبير منذ عام ونصف مما قوض القدرة الشرائية وانعكس سلبا على شعبية الرئيس جو بايدن في غضون ذلك يتهم خصوم بايدن الرئيس باتباع سياسة اقتصادية تضخمية بسبب خطته التحفيزية للنهوض في مارس 2021 بعد وصوله إلى البيت الأبيض يأتي هذا في حين يسعى الاحتياط الفيدرالي جاهدا لإحداث تباطئ طوعي في الاستهلاك لتخفيف الضغط على الأسعار وبهدف تحقيق ذلك يقوم الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الرئيسية المحددة حاليا بين 225 من 100% إلى 225 من 10% وهذا الأمر يشجع البنوك التجارية على تقديم قروض أكثر تكلفة لعملائها من الأفراد والشركات وقد استعادت سوق العمل الأمريكية في يوليو عافيتها لمستويات ما قبل انتشار وباء كورونا مع تراجع لمعدلات البطالة إلى 3.5% قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بولاية شيكاهو تشارلز إيفنز قال إنه يتوقع استمرار رفع أسعار الفائدة حتى العام المقبل لضمان عودة معدل التضخم إلى مستوى 2% وأوضح المسؤول الأمريكي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يستمر في زيادة أسعار الفائدة خلال العام القادم حتى يستطيع تخفيض معدل التضخم الذي ارتفع إلى درجة غير مقبولة على حد تعبيره مشيرا إلى أنه تم تجديد السياسة النقدية بنسبة كبيرة وبسرعة شديدة تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر إذا أشارت تعليقات مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة على الرغم من دلائل على تراجع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة ثلاثة من مئة بالمئة إلى ألف وسبعمائة وستة وثمانين فاصل تسعة وسبعين دولارا للأنصة وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة ستة من مئة بالمئة إلى ألف وثمانمائة واثنين دولار وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم ترتفع في يوليو الماضي بسبب الانخفاض الحاد في تكلفة البنزين ما عزز الأمال بأن مجلس الاحتياطية سيتروى بشأن خطة رفع الفائدة في المستقبل أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن معدل التضخم في يوليو ارتفع إلى 5.34% على أساس سنوي ومقارنة مع الشهر السابق داد معدل التضخم 32 من مئة بالمئة أجرى الجيش التايواني تدريبات جديدة بالذخيرة الحية أطلقت خلالها قوات قذائف مدفعية يتذلك بعد إنهاء الصين مناورات عسكرية تعد الأكبر حول الجزيرة التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها بالذخيرة الحية أجرى الجيش التايواني تدريبات جديدة بعدما أنهت بكين أكبر مناورة عسكرية على الإطلاق حول الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها بحسب المتحدث باسم الفيلق السامي بالجيش التايواني فإن القوات التايوانية أطلقت قذائف مدفعية وقنابل مضيئة في إطار التدريبات الدفاعية المسؤول العسكري التايواني أكد أن بلاده لديها هدفان لهذه التدريبات ضمان الحالة الجيدة للمدفعية وصيانتها بشكل جيد وتأكيد نتائج تدريبات عسكرية جارة العام الماضي وتأتي التدريبات التايوانية بعد يومين من إجرائها بالفعل لتدريبات عسكرية في بينغتونغ حيث أعلن الجيش أن مئات الجنود شاركوا في جولتي المناورات ورغم ذلك قللت السلطات التايوانية من أهمية هذه التدريبات إذ أكدت أنها كانت مقررة من قبل ولا تشكل ردا على مناورات الصين التوتر جاء بعد غضب صيني أثارته زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي ناسي بلوسي إلى تايوان لسبوع الماضي وردا على الزيارة أجرت مناورات قوية وبحرية استمرت أياما حول الجزيرة في المقابل أعلنت بكين فور انتهاء مناوراتها أن قواتها نفذت مهاما مختلفة في مضيق تايوان كما تعهدت في وقت نفسه بمواصلة حراسة مياهها إلا أنها أكدت أيضا في البيان نفسه أنها ستواصل إجراء تدريبات عسكرية أعلنت العديد من الدول الشرق أسيوية تجدد مخاطر تفشي فيروس كورونا مع تزايد عدد الإصابات في تايلند وتم تسجيل 2316 إصابة و35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية كما حضرت السلطات الصينية من إنعكاسات تجدد ظهور الإصابات بفيروس كورونا في دول مجاورة على جهودها للوقاية من كورونا والسيطرة عليها للمزيد نتابع في سياق التقرير التالي كوسكو أو MSC في يوم من الأيام المشهودة وإن شاء الله بإذن الله يبقى بداية فعلا عهد وفترة بنتمنها كلنا للوصول بموانينا مواني مصر مع شركائنا اللي ذكرتهم إلى مصاف المواني العالمية بما ينعكس على الاقتصاد المصري وطبعا مصلحة شركائنا بالخير إن شاء الله بإذن الله إحنا في مصر من فترة حدد لنا رئيسنا الرئيس عفتاح السيسي هدف استراتيجي كبير جدا يعني اختصاره كده ببساطة خالص هو أن نجعل مصر مركز من مراكز التجارة العالمية ولوجستيات طب هنعملها إزاي دي يبقى لازم نخلق محاور لوجستية ونستغل لموقعنا الجغرافي الفريد الحدود الشرقية لمصر هي البحر الأحمر وطبعا خليج السويس وخليج العقبة والحدود الشمالية لنا هو البحر المتوسط حدود طولها تقريبا يعني حوالي ألف كيلو ألف كيلو عليها تقريبا حوالي خمستاشر مينا تجاري عندنا خانات السويس على خطوط الملاحة العالمية كان لازم نستغل هذا الموقع الفريد ونستغل لموانينة طبعا بعد ما انطورها وبعد ما نأهلها سواء بأرصفة ومحطات وبأعماق كبيرة تسمح بتراكي وبرخول الأكبر المراكب أو السفن العالمية وبأكبر الحمولات بالإضافة إلى ربط هذه المواني ببعضها بوسائل اتصال حديثة وسريعة إن لم يكن نقل بري فيكون بالسكة الحديدية وعلشان كده فكرنا وخططنا وبننفذ دلوقتي القطار الكهربائي السريع أيضا بتنفذه معنا شركة من شركائنا وهي شركة سيمينزي العالمية وتحالف شركات مصري المرحلة الأولى عندنا هي إن إحنا نطور طبعا إحنا بنطور الخمسطاشر مينة في وقت واحد وبنستكمل باقي المواني يعني زي ما قلت إحنا بنطور سفاجة بنطور السخنة بنطور دومياط بنطور اسكندرية بنطور برسعيد القديمة غرب بنستكمل شرق برسعيد بنستكمل جرجوب بنستكمل برنيس تطوير لكل المواني المصرية والسكمال المواني الجريرة منها زي ما قلت كان عندنا تقريبا مثلا على على سبيل المثال الاتنين مينة اللي احنا بنشغل فيهم النهاردة كان عندنا في مينة السخنة حوالي تلاتة كيلو بنقول اتنين توميو وخمسين حوالي تلاتة كيلو بنضيف لهم مرة واحدة تمنتاشر كيلو تقريبا ستة أضعاف اللي موجود دلوقتي عشان يبقى عندنا واحد وعشرين كيلو كلها بقى عماق تتراوح ما بين 17 إلى 18 متر مينة الدخيلة في إطار تطوير مينة اسكندرية الكبير مينة اسكندرية والدخيلة وإن شاء الله بينهما مينة الماكس أو المينة الاوسط عشان يبقى عندنا مينة اسكندرية الكبير مينة اسكندرية دا كله اللي هو المينة الرئيسي في مصر اللي تقريبا يستحمز على 60% من تجارة مصر كان تقريبا أجمال أطوال الأرصفة اللي فيه حوالي 18 و 850 هنقول حوالي 19 كيلو بنضف له دلوقتي حوالي 10 كيلو مرة واحدة منهم ان شاء الله محطة اول محطة خلصت دلوقتي يعني بننفس فيه موضوع المرافق والبنية الفوقية والمعدات برقة توصل لهم حطة 55 على 62 الارصف يعني من 55 للارصف 62 برضو بقى عماق 18 متر عشان يبقى الاول مرة في مينة اسكندرية يسمح بتراكي وبدخول السفن الكبيرة ان شاء الله ويعني الرصيف بقى الواعد وان شاء الله باذن الله اللي هيضيف كتير جدا لمينة اسكندرية الكبير طبعا قبل ما نعمل مينة الماكس وقبل 85 وقبل محطة الصب الجاف والصب الجاف النظيف والغير نظيف قبل لهم كلهم طبعا رصيف ومحطة مية الرصيف مية ده رصيف على طول على البحر المفتوح رصيف ان شاء الله باذن الله هيبقى طوله تقريبا واحد وتمانية من عشرة كيلو الساحة بتاعته عرضها او عمقها يعني ستمة متر حاجة بسم الله ما شاء الله هتضيف لمينة اسكندرية كبير يعني قوة كبيرة جدا وقدرة انتاجية كبيرة جدا او قدرة استعابية كبيرة جدا او قدرة التداول كبيرة جدا طبعا القطر السريع بيصل ما بين مينة السخنة على البحر الاحمر اللي احنا مستهدفينه النهاردة مع شركائنا ومع اصدقائنا سواء فيه زي ما قلت بقى في هاجسون او الخطوط اللي معانا سواء امي سي سي او كوسكو تاني او سي امي اي القطر السريع ان شاء الله بتنفذ دلوقتي وهيصل الى مينة اسكندرية ومينة الدخيلة القطر طبعا ده يعني في عجلة كده المصار بتاع الخط الاول ده طوله ستمائة وستين كيلو من اول السخنة حتى مطروح يعني من السخنة حتى مينة اسكندرية تقريبا في حدود ميتين وثلاثين كيلو لما يبقى انا عندي قطر غير السريع بقى او غير الاخليمي النهاردة بنتكلم على القطر البضايع بيمشي بصرعة مية وعشرين كيلو في ساعة على الال فده هيبقى يعني وسيلة ربط قوية جدا بين مينة السخنة ومينة اسكندرية ايضا بنطور دلوقتي في المنتصف بقى ما بين السخنة والدخيلة المواني الجافة اللي احنا بننشئها دلوقتي مينة العشر من رمضان وهيبقى مرتبط ايضا بالسخنة بالقطار ثم برضو في الطريق من اكتوبر وعلى بعد يعني تقريبا اتنين كيلو ايضا او من السادات الاول هو اللي على بعد اتنين كيلو من خط الخطار السادات من خط السادات ثم السادس من اكتوبر تقريبا على بعد حوالي اتناشر كيلو يعني الثلاث مواني المواني الجافة والمواني الرئيسية اللي بننفذها في موطة دلوقتي هتربط بين الاثنين مينة دلوقتي اللي هم اكبر اثنين مينة في مصر اكبر مينة على البحر الاحمر وان شاء الله بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لهاية خناة السويس وايضا مينة او هيئة مينة اسكندرية والدخيلة ان شاء الله نتعاون كلنا مع بعض الاثنين مينة دول مع القطار السريع مع الثلاث مواني جافة والمطار الجسية عشان نخلق ما يسمى بقى بالمحور اللوجيستي السخنة اه اه الدخيلة اه عايز اقول ان طبعا اه وانا بشكر اه كل اعضاء التحالف اه على جديتهم في التفاوض على خضرتهم العالية على انجاز اه هذا العقد معنا ان شاء الله احنا خلصنا اه 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 اوقيع النهائي على العقد بل ان شاء الله باذن الله بنوعيدكم ان احنا يعني اه في نص العام القادم تبدأ تظهر المحطات بتاعتنا وخاصة طبعا السخنة يعني لو تأخرنا اول شهر اكتوبر اللي جاي ولا حاجة اه جاهزوا نفسكم من دلوقتي بمعددكم هتلاقوا اه بنقولكم تعالوا اه استلموا عشان تبدأوا اه تشغلوا ان شاء الله باذن الله نقدم لمصرنا ان شاء الله باذن الله اه اللي محتاجة مننا كل الجهد وكل العرق علشان اه اه نرتقي بيها ونرتقي بموانينا وزي ما قلت في البداية اه ننفذ اه توجيه رئيسنا واللي وعدنا به شعبنا واهلنا ان احنا نخلي مصر دي مركز للتجارة الاعلامية اه واللجوستيات اه انا يعني اسمحولي اه يعني انا عندي طبعا كلام كتير جدا ممكن اتكلم فيه ولكن انا هسمع منكم انتم علشان اه ممكن اكون يعني فيه نقطة اللي حاجة مع الدياني ارد عليها ثم انا حابب جدا طبعا بعد ما نسمع اه الاخويا وصديقي المهندس هيحة زاكي اه واللون هاد شهين اه رئيس هيئة مينة اسكندريا والدخيلة او رئيس بقى هيئة مينة اسكندريا الكبير اه ان شاء الله اه اه بدعيكم بقى اعضاء التحالف اه برضو لو حد عايز فيكم اه يقول كلمة مختصرة او حاجة هيشرفنا ان احنا نسمعه ثم اه نختم مؤتمرنا الصحب ان شاء الله على خير ونلتقي زي ما قلت مرة تانية في العقد النهائي ويا رب اه نلحق ننجزه ويبقى حاضر معانا ومشرفنا ان شاء الله باذن الله السيد رئيس الجمهورية اللي دايما دعم لنا واللي دايما بيقيدنا واللي دايما بيتمنى ان شاء الله لنا والكل المصريين وكل قطعات الدولة النجاح والتوفيين ان شاء الله انا جاهز اخد اي سؤال اتفضل يا فن داليا عسمن المصري اليوم يا فندم فندم طبعا في زل الجهود المفزولة لتيسير حركة البضاءة كنا نحب نعرف المواطن باهمية هذه المناطق اللوجستية خاصة حضرك زي ما اشارت طريق محور الجديد اللي تم التعاون فيه مع الجهات اجنبية لاني ده ومدأ اهميته لجذب الاستثمار في مصر شكرا لك نعرف المناطق اللوجستية او الاول الميناء الجاف باختصار هو ميناء معمول بحيث ان البضاعة لما تيجي على المركب متاخدش وقت كتير جدا فيه او متاخدش وقت خالص فيه الميناء ويبقى الميناء البحري هو فقط ميناء عبور ولكن الميناء الجاف هو الميناء النهائي يعتبر هنقول هو الميناء الوصول والميناء النهائي في نفس الوقت اه اه تخرج البضاعة اه على من المركب على اه اه القطار او النقل النهري اه لان اسكندريفا نقل نهري اه او على الشاحنة النقل البري هتتفتح هتتفتح فقط اذا كان فيها مواد خطرة اه تتفتح الاجهزة الامنية تشوفها ان كان فيها مفرقعات او سلاح او غيره ثم تتحرك اه ما تتفتحش تاني بقى ولا حجر زراعي ولا حجر صحي ولا حجر بيطاري ولا اي اه نوع من انواع التفتيش تطلع على طول جاري على المينة الجاف عشان نسهل الاجراءات جنب المينة الجاف دي بيبقى فيه منطقة الوجيسية المنطقة الوجيسية دي بيتعمل فيها بقى بعض العمليات على البضاعة دي يأما الحد الادنى منها اه تعبئة وتغليف او تصنيع او تتوزع على منها على المنطقة الصناعية المجورة لها لان احنا مختارين تقريبا زي ما حدتك سمعت مني كده المينة الجاف والمنطقة الوجيسية بالعاشر من رمضان في قلب المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان المينة الجاف والمنطقة الوجيسية في السادس من اكتوبر في قلب المنطقة الصناعية للسادس من اكتوبر المينة الجاف والمنطقة الوجيسية في قلب مرينة السادات جنب المنطقة الصناعية في مرينة السادات طب حتى بقى ده بالنسبة الوارد طب الصادر هذه المناطق ايضا بتاخد المنتجات الصناعية بتاعتنا او المنتجات الزراعية اللي هي بتتنقل من المناطق الزراعية اللي حوالين كل المواند دي يعني منطقة اكتوبر كل منطقة الجيزة الزراعية جنبها السادات نفس الكلام المنوفية والبحيرة جنبها العاشر ورمضان منطقة ودي الملاك والاسماعيلية كلها جنبها المنتجات الزراعية دي كلها تيجي بسرعة الى المنطقة الوجيسية برضو تعبأ او تغلف او تجهز ثم يعني تتعبى في حويات وتطلع على المواني البحرية للتصدير ده موضوع ومشروع مهم جدا مفيد جدا للمصريين سواء في تقليل الفائد من البضاعة سرعة التداول ده كل ده في الآخر بينعكس على سعر المنتج أو سعر السلعة اللي بيستهلكها الإنسان المصري أو يعني أهلينه في مصر أو حتى سعر المنتج أو السلعة سواء زراعية أو صناعية اللي هتتصدر وبينقلل الفائد فيها وسرعة التصدير طبعا بتقلل فرصة تلف هذه المحاصيل الزراعية بالتحديد فده كل ده بيصبه في مصلحة المواطن المصر محمود متوع محمود متوع صاد البلد كنا عايزين نعرف بس من حضراتك تكلفة مشروع إنشاء المحور السخنة والدخيلة ويترى يعني بعد تسليم التحالف المحطات هيتم تسليمها تاني المصر ولا هتفضل هي فيها لأنه ده سؤال مهم جدا سؤال مهم وسؤال جميل وكواس أول نحن نجاوب عليه علشان الناس اللي دايما بتقول وانا يمكن قلت الشركاء النهاردة الصبح كانوا عادين معايا وقلت لهم قبل كده إحنا عندنا نغوة في مصر للوقتي دايما إن وزارة النقل أو مصر يعني عشان ما نفرقش بين وزارة النقل والمنطلة الخصوصية كلنا مواني مصر وكلنا واحد بيقولوا إن إحنا مصر بتبيع المواني بتاعاته أبدا إحنا ما بنبيعش مواني إطلاقا ولا شركاءنا طمعانين في موانينا يعني شركاءنا اللي معانا النهاردة سواء هاجس والخطوط الملحية التلاتة اللي معانا أو حتى المشاغلين الآخرين والخطوط الملحية الأخرى اللي دخلت معانا دوميات أو دخلت معانا إسكندرية أو دخل معانا دلوقتي في سفاجة محدش طمعان في المواني بتاعتنا يا تملكة وإحنا ما بنملكش مواني لحد إحنا بنعمل بننفذ البنية الأساسية البنية الأساسية اللي هي الأرصفة والساحات الخلفية ليها والمرافق العمومية كلها اللي من المصادر الرئيسية حتى مساحة المحطة أو حدود المحطة بننفذها بالإضافة طبعا لتنفيذ الحوض والتكريك حتى العمق اللي إحنا عايزين ونحن نتكلم فيه نهاردة 18 متر بننفذها بتصميمات من استشاريين مصريين متميزين وأكفاء جدا في هذا المجال وبننفذها بشركات مصرية وطنية كلها شركات مصرية وملكيتها لمصر مصر بتحتفظ بملكية البنية الأساسية البنية الفوقية اللي بيجيبها وبينفذها وبصينها شركانا اللي هي عبارة عن المرافق الداخلية اللي داخل المحطة اللي بتخدمها والمنشآت اللي فوق المحطة والمعدات هي دي اللي بيجيبها وزي ما قلت من حقه يتملك الانشآت والمعدات اللي بيجيبها دي المشغل بتاعنا فقط ولكن لا يتملك لا يتملك تاني البنية الأساسية المينة بتاعتنا الرصيف بتاعنا المحطة بتاعتنا كل الأرض بتاعتنا مفيش بيع للموانئ طب التكلفة المالية ولو ان احنا بنتكلمش كثير في التكلفة المالية انت تكلفة المالية دايما متغيرة انت حارتك شايفين كل يوم بالأسعار شكل ايه يعني لو احنا بنقول مثلا يعني محطة يعني او مينة السخنة في بدايته مثلا كنا عاملين التكلفة المالية تقريبا في حدود ستين مليار جنيه مصري طب النهاردة لما احنا بنقول احنا بدأنا لما كان طن الحديد بعشرة تلاف جنيه ولما كان طن الأسمنت بسبعموية جنيه ولما كان ولما كان ولما كان طب لما الحاجات دي كلها تتضاعف فالطبيعي ان هي هتتضاعف فاحنا النهاردة ما بنقدرش ومحدش يقول احنا بنتهرب لا احنا بنتهربش من الاجابة ولكن زي ابا اقوله احنا بدأنا بسعر ولكن هننتهي بكام ورد يكون ضعف هذا السعر نتيجة تضاع نتيجة مضاعفة اسعار مواد البناء طب نتيجة ايضا ان احنا برضو ما زلنا رغم ان احنا بننفس بايدنا وبننفس بشركاتنا واسمنتنا وحددنا ولكن ما زال عندنا جزء مستورد في انشاء المحطة نفسها ومستورد بالعملة الصعبة بالدولار النهاردة نفس الكلام لما احنا بدأنا كان الدولار بستاشر جنيه ويمكن في بعض الاحيان اقل شوية او اكتر شوية النهاردة شوفوا الدولار بكام ولما يوم ما نيجي ننف او نخلص المحطة ونقفلها ونيجي نسلمها هيبقى الدولار بكام فاذا ما نقدرش قوي نقول التكلفة المالية كامل النهاردة ولكن مبدئيا احنا بدأنا زي ما قلت بستين مليار في ميناء الدخيلة بدأنا تقريبا في حيول اربعة اربعة ونص مليار هتختم بكام وارد يتضاعف هذا الرقم نتيجة زيادة الاسعار انا بقولك ده التأديري المبدئي ولكن اضرب في اتنين على طول يعني احنا دايما يعني في الفترة اللي فاتت لما حصل التعاون في 2016 الاسعار ضعفت مية في المية النهاردة الاسعار دلوقتي ضعفت مية في المية طب هتوصل كام في المية هتوصل لد ايه يوم ما ننفذ يعني احنا بنتوقع طبعا ان احنا الوقت بنقول تضعفت ممكن يبقى يعني مرتين ونص ثلاث اضعاف جايز يبقى تكلفة او من التكلفة الاساسية اعتقد جاوبت احنا بأكد تاني احنا بنبيعش مواني احنا بنتعاقد مع شركاء للتشغيل وخطوط مليحية فقط بيتملكوا الورع الطبيعي المعدات بتاعتهم اللي بيجيبوها ده بتاعتهم عشان بيشغلوا بها ولكن المحطة والبنية الاساسية كلها ملك مصر وستظل ملك المصر واللي منفذ المصريين ان شاء الله فضل يا فن حماد العرب التلفزيون المصري في جهد مبزول رائع جدا ربط المواني سواء في الدخيلة او اسكندرية او نزولا للعين السخنة والمواني الجافة النقطة هنا فندم بالنسبة للجزء الخاص بالصعيد هل هيتم ربط هذه المواني بمسلس صعيد بالبحر الاحمر ميناء سفاجة الجزء ده وصل لحد فين في خطة الوزارة ان شاء الله طيب ولو ان ده خارج يعني الدخيلة والسخنة ولكن مصر ما بتشتغلش اسكندرية الوحيدة اسوان الوحيدة البحر الاحمر لوحده مطروح لوحدها الوريج جديد لوحده لا احنا عاملين خطة شاملة لتطوير وسائل النقل او طرق النقل في مصر كلها سواء نقل بري نقل سككي نقل نهري كل ده في خطة شاملة تطوير المواني زي ما قلت لحضرتك زي ما احنا بنطور دلوقتي في السخنة وفي الدخيلة بنطور ايضا في سفاجة على البحر الاحمر بننشئ برنيس دلوقتي على البحر الاحمر برنيس مرتبطة بالوادي بطريق واصل الى اسوان في خطتنا السناد ان احنا بنشتغل فيه تطويره وهنوسعه ونخليه اتجاهين زي طريق انا سفاجة اللي بيصل الى ميناء سفاجة وبيربط انا بسفاجة وبكل محافظات وسط الصعيد ايضا ميناء السخنة نفسها مرتبط بالقطر السريع اللي جاي من ابو سنبل احنا عندنا قطر سريع الخط الاول من السخنة حتى مطروح مرورا بستة اكتوبر طب من ستة اكتوبر حتى ابو سنبل خط تاني الخط التاني بيمر بي اه انا ويمر بأسوان طب لو انا عايز اجي من من السخنة او من مطروح او من اسكندرية واروح سفاجة هروح بالقطر السريع هروح السخنة هروح بالقطر السريع اروح اه اسوان هروح ابو سنبل في اقصى جنوب مصر ان شاء الله ودي مرحلة ان احنا نصل بعد ابو سنبل ان شاء الله الى السودان الشقيق هنربط ان شاء الله مع وادي حلفة في السودان اذا الاطر السريع الشبكة اللي احنا عملنا مستهدفة للحطة اللي حياتك بتتكلم عليها ربط كل المواني المصرية على البحر الاحمر بالبحر المتوسط حتى ب ميناء اسوان وابو سنبل وان شاء الله باذن الله في المستقبل القريب قوي نربط لحد ودي حلفة في السودان الاطر السريع بتاع السخنة مطروح هيصل ان شاء الله باذن الله الى بنغازي كل ده شبكة واحدة مربوطة تربط مصر كلها من شرقها الغرباء ومن شمالها اه لجنوب المناطق الرجلسية احنا عندنا توجيه مهم جدا وليس متصدق عليه الجلسة الماضية بالتحديد اه في مجلس الوزراء توجيه من سادة الرئيسة ان احنا نعمل اه مناطق الرجلسية في بجوار ايضا المناطق الصناعية واللي موجودة في الصعيد والمناطق السكانية الكسيفة احنا الصدق الاسبوع اللي فات على انشاء منطقة لوجستية كبيرة جدا ومينة جاف في منطقة الفيوم الجديدة مدينة الفيوم الجديدة ووحدة اخرى في منطقة كومة براضي في بني سويف ووحدة اخرى في سوهاج الجديدة وفي اصيوت الجديدة منطقة لوجستية في اصوان في ودي كاركر منطقة لوجستية في قصر وارقين على الحدود الدولية الجنوبية مع السودان بالإضافة إلى ربط طبعاً زي ما أنت أشرت إلى المسلس الزهبي المحصور ما بين سفاجة وبرنيس وطبعاً المسلس بقى على النيل في منطقة إينا حد ثاني معاني الوزير يمكن جهد مشكور من وزارة النقل في تطوير الموانئ المصرية معدلات تنفيذ الطرق المؤدية إلى هذه الموانئ نود التعرف عليها وهل يمكن خلال الفترة القادمة أن نشهد شركاء آخرين في تطوير الموانئ المصرية شكراً معاني الوزير الطرق احنا من قبل 36 2014 وأقرناها 36 2014 بالتحديد مع بداية تولي فخامة الرئيسة عن فتاح السيسي للأمور في مصر حطينا خطة لتطوير الطرق الرئيسية في مصر هذه الخطة شاملت إنشاء 7000 كم طرق رئيسية حرة جريدة ما كانتش موجودة خالص يعني ما كانتش عندنا حاجة اسمها الطريق الدارة الخليمة ولا الطريق الدارة الأوساطي طرق جديدة خالص طريق اللي بيربط تشكة بسرع العوينات ده طريق جديد خالص بني مزار البويطي ويعني دايروت الفرافرة كل دي طرق جديدة بالكامل تم تنفيذها ما كانتش موجودة طب بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة وتجديد 10.000 كم طرق طولية رئيسية كانت موجودة يعني مثلا طريق مصر القارة السكندري دا طريق كان موجود ولكن كان موجود حرطين وحرطين بقى دلوقتي الأول أربع حراط واربع حراط ثم تعملوا طريق خدمة ثلاث حراط ثلاث حراط الأربع حراط نفسهم وده رد على جزء من السؤال الأربع حراط نفسهم هيتوسعوا يقو ستة إذن بقى عندي طريق بدل ما كان حرطين وحرطين بقوا تقريبا تسع حراط وتسع حراط كل دا وإحنا بنخطط بقى إيه الأسس اللي خدناها في اعتبارنا أولا ربط المناطق السكنية الحالية المقتصة بالسكان بالمدن العمراني الجديدة ربط المناطق الزراعية والمناطق الصناعية بالمواني البحرية يعني النهاردة عندنا منطقة صناعية في العشر من رمضان والقاهرة الجديدة وغيره يبقى لازم لما أجربط بمين السخنة يبقى لازم أطور كل الطرق اللي راحة في اتجاه الشرق طريق العين السخنة يتطور وتعمل طريق ما يستمى بطريق الشاحنات طريق خرصاني عشان يتحمل الحمولات الكبيرة القاهرة السويس يتطور يبقى فيه برضو طريق خدمة خرصاني طريق القاهرة الإسماعيلية نفس الكلام إذن وإحنا بنحط خطة تطوير الطرق المصرية المشروع القومي للطرق كان قدامنا أهداف هامة جداً أهمها ربط مناطق الإنتاج بمناطق التصدير سواء إنتاج زراعي إنتاج صناعي بمناطق التصدير وربط مناطق الإنتاج أيضاً بمناطق الاستهلاك إنت عايزة هتستهلك في المدن الرئيسية في مصر هتستهلك في القاهرة بشكل أساسي يبقى لازم نطور الطرق المؤدية إلى القاهرة من المزارع ومن المصانع إلى القاهرة علشان نقدر نخدم فعلاً حركة التجار ده باختصار خالص المعدلات اللي حتى بتتكلم عليها إحنا تقريباً من السمع تلاف كيلو طرق دول تقريباً دولة مخلصين حوالي ستة ستة خمسمية ألف وخمسمائة شغالين فيهم دلوقتي الجديد العشر تلاف كيلو طرق الرفع الكفاءة والتجديد تقريباً فضل لنا فقط طريق السويس الزعفرانة الغرداء مرسعالم برنيس والحدود الدولية الجنوبية تقريباً شغالين في مناطق مختلفة منه عملنا له الزواج في مناطق منه بتعمل لها بقى مش الزواج يعني المنطقة مثلاً من السويس لحد الزعفرانة أو من السويس لحد السخنة بالتحديد بتعمل تمنحرات وتمنحرات دلوقتي ليه طبعاً عملنا دي بالتحديد ربطة بقى مواني السويس الأدبية وبورتوفيق والزيتيات بمينة العين السخنة بطريق العين السخنة نفسه البري بتخدم شبكة كبيرة جداً من الطرق على المواني المصرية وشغالين فيها بمعدل عالي جداً وغير مسبوك صفية حمدي جارت الميل سؤالي الأول عقد الاتفاق بينص على أن المشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وأعادة تسليم محطة الحيوية هنا بسأل عن إعادة التسليم بالفعل هل في مدة محددة لإعادة التسليم وهل معنى إعادة التسليم أن كل هذه الأعمال هتتنقل أن تكون بها شركات مصرية ولا لا سؤالي الثاني وهو هل فيه توجه بالنسبة لشركات تداول الحوايات الوطنية هل فيه توجه مع التوجه لطرح حصص فيها المستثمرين أن يكون النسبة الحاكمة تظل للجهات الحكومية أم ممكن يكون فيه تغيير في التوجه ده شكرا فيه جزء من سؤال حارتك معلش أنا نسيت وهو هل هنشوف في الفترة اللي جاية تحالفات أخرى أيوة موانين أنا ما بنقول إحنا عندنا ميناء السخنة ميناء واعد بنعمل فيه 18 كيلو فيه قريب جدا هتلاقوا ويريد تكون في نفس هذه القاعة عشان نفكرك هتلاقوا فيه تحالفات أخرى موجودة معنا بننضي في السخنة ولكن عشان نطمن شركانا وإحنا ملتزمين باتفاقاتنا فيه أنشطة أخرى مش حويات يعني فيه طبعا أنشطة كتير جدا صب جاف وصب سائل والجاف بين النظيف وغير نظيف وبضايا عامة ورور كل الكلام ده مفتوح فيه إن شاء الله وتشوف قريب جدا في السخنة هتشوف فيه سفاجة برضو مشغلين عالميين آخرين موجودين هتلاقوا فيه برنيس وفجار جوب قريب جدا آخرين طبعا سبقنا شوية هم يعني هم ما تأخروش ولكن كانت بيتفاوض معنا من قبلها يورو جيت وكونت شب وهابا جلويد ودخلوا معنا في رومياط سي امي دخل معنا في اسكندرية طبعا كان عندنا مواني دبي موجودة فده كل ده مشغلين وخطوط ملاحية جديدة بتخش وإحنا بنرحب بيهم كلهم بنشجعهم كلهم بنقولهم إحنا معاكوا دعمين ليكوا أي مشاكل لوجسية أو فنية أو قانونية أو تشريعية إحنا جاهزين نحلها معاكوا طالما إحنا بقينا شركة إحنا بنحترم تعهداتنا بنحترم اتفاقاتنا مع شركانا سواء المجموعة اللي موجودة النهاردة أو اللي سبق إن إحنا تعيدنا معاهم أو القادمين إن شاء الله بإذن الله أرجع بقى ليسؤال حضرتك عادة تسليم عادة تسليم نحن دايما بننص عليها بتتحط فيه العنوان أو في الاتفاق عشان هو ده الطبيعي وعشان نطمن برضو أهلنا اللي دايما أهلنا طبعا منطمنين ولكن أنا بقصد الآخرين بقى اللي هما بيحاولوا يشاكيوكوا في كل حاجة احنا بنعملها بنطمن أهلنا ونقول لهم خدوا بالكوا الكلام ده مش كلام حقيقي للناس اللي بتقولوه احنا لابنبيع أرارينا ولابنبيع موانينا وإحنا بنتشارك مع شريك أو صديق مستثمر معايا بييجي يعمل بنية الفوقية وبعد فترة نهاية الالتزام بتاعته بيسلم لنا المحطة متصينة جاهزة بمعداتها زي يوم ما خدناها بالظبط النهاردة الشركة عادة الالتزام بتاعها لمدة 30 سنة إن شاء الله بإذن الله تاخد الثلاثين سنة وعايزة تكمل بقى اللي موجود ساعتها مننا بالتأكيد هم تحالف عالمي قوي جدا كبير جدا احنا شخصيا لو احنا موجودين في هذه الأيام واعتقد لا يمكن نكون موجودين يعني ربنا يدينا الصحة وطلط العمر وانتو انا شخصيا لو موجود همسك فيهم بإيديا واسنين زي يقول عندنا علشان يستمروا معنا طالما هم ملتزمين باتفاقاتهم طالما هم ملتزمين بنصوص التعاقد اللي بيننا وبينهم هيكملوا معنا إن شاء الله طب برضو أنا بطمنهم وبطمن كل الشركات اللي بتشغل معنا وكل المشاركين اللي هنا في أي مشروع احنا عمرنا عمرنا أو يعني وزارة النقل دلوقتي أو مصر دلوقتي عمرها ما راحت للتحكيم ضد حد عمرها ما راحت للتحكيم ضد حد لو في أي مشكلة بيننا بتتحل على التربيزة بتتحل على التربيزة وبمنتهى الشفافية وبمنتهى الوضوح ولمصلحة كلها بطرفين عمرنا ما نروح للتحكيم إن شاء الله ولا هنروح للتحكيم ففي نهاية الفترة بيسلمونا الأمانة اللي هم استلاموهم مننا تاني وشغلوها بيرجعونا تاني زي ما كانت كان فيه جزء تاني شركة تداول الحويات المصرية القائمة هنا عندنا شركة اسكندرية لتداول الحويات عندنا شركة بورسعيد لتداول الحويات عندنا شركة دميات لتداول الحويات ليه تلس شركات مصرية وطنية شغالة بالزبط زي شركة هاتشسون يعني شركة اسكندرية لتداول الحويات واخدها محطة في ميناء اسكندرية شركة هاتشسون اللي موجودة معنا النهاردة واخدها محطة في ميناء اسكندرية واخدها محطة أيضا في ميناء الدخيلة وارد تكون الإمكانيات واحدة وارد تكون إحنا أقل شوية هم معدل تداولهم أكبر شوية ولكن الشركات المصرية بتاعتنا احنا عندنا شركة دميات لتداول الحويات مملوكة لمصر بنسبة 200% شركة بورسعيد لتداول الحويات مملوكة لمصر 100% شركة اسكندريل تلاوي الحويات يبقى عندنا بورسعيد ونوميات 100% لمصر شركة اسكندريل تلاوي الحويات احنا استثمرنا فيها شركة استثمرنا فيها استثمرنا في ايه؟ مش في الرصيف ما بيعناش الرصيف ولا بيعنا المحطة ولا الشركة او البنية الاسية كلها ملكنا دخل معانا شركاءنا اشقاءنا العرب دخلوا معانا سواء المملكة العربية السعودية او الدولة الامارات العربية المتحدة دخلت معانا اشترت جزء حصة من الاسهم ومزالت مصر هي لها الحصة الاكبر مجلس ادارة واحد بيدير المحطة لا مانع ابدا ده نوع من انواع الاستثمار اي حد وكل الشركات العالمية وكل التحالفات العالمية يعني النهاردة هاتشيسون بيدير محطته في اسكندرية وفي الدخيلة وهيدير السخنة وهيدير الدخيلة التانية لو عادي شاركني النهاردة بشيرة حصة من اسهم دوميات ده والحويات انا جاهز لو عايز اشتري حصة في اسهم بورسعيد انا جاهز اي تحالف عالمي طالما هيجي وهيزود لحجم البضاعة اللي بتيجي في مصر سواء صادر وارد طبعا اللي بيخش مصر وده مضمون موجود وخاصة الترانزيت اهلا وسهلا به دي نوع من انواع الاستثمار ونوع من انواع الشركات كل دول عالم بتعمل كده كل دول عالم بتعمل كده هاتشيسون بتدير محطات في اعتقد ستة وتلاتين او تلاتة وتلاتين دولة مش في مصر بس طب هل هي لما هاتشيسون راحت تدير في دولة تانية بلاش نسميها اه اه يعني ده كويس ولما تيجي تدير في مصر يبقى وحش او لما اه اه دبي تيجي تدير في مصر وتبقى وحش ولما تروح تدير في السعودية او يعني انا مش عايز اقول دول او غيره او غيره او غيره يبقى ده كويس ابدا العالم مفتوح والشركات مفتوحة وطالما هو في الاخر بتصرب في مصلحة الاقتصاد المصري والاستثمار ومصلحة الشعب المصري اهلا وسهلا باي مستثمر شكرا مع الوزير ونسمع تعليل المهندسية ازاك فضل افن مساء الخير جميعا معاي الوزير السادة الحضور الحقيقة انا موجز جدا انا سعيد بوجودي النهاردة سعيد بالعقد اللي تم توقيعه النهاردة وده الحقيقة نتيجة حاجة مهمة جدا لازم كلكم تبقوا عارفينها كويس ان الدولة المصرية عندها استراتيجية واضحة فيما يتعلق بتعاملها في كافة المواني المصرية سواء التابعة لوزارة النقل او فيها جزء من الولاية في المنطقة الاقتصادية في النهاية احنا بنكلم على 15 مينة تجاري هناك استراتيجية واضحة الى العمل في هذه المواني كلها هناك منذ فترة طويلة تنصيق كامل مع وزارة النقل مع الفريق كامل الوزير في هذا الشأن وبالتالي من خطة دايما الى كافة المواني الرؤية فيها تتعامل ازاي التنافسية بتاعتها تكون ازاي التكامل نفسه يكون ازاي احنا النهاردة بنشهد احد نتائج هذا التنصيق وهذه الاستراتيجية متمثلة ليس فقط في تطوير ومحطة في مينة السخنة ولكن ايضا ربطها مع مينة الدخيلة في البحر المتوسط وبالتالي التحالف الذي وقع معنا النهاردة فهو يعني حيكون مسؤول عن المحططين وبالتالي ده جزء كبير من عملية التكامل اللي احنا بنتكلم عليها اذا اردت كمان اربط ان التكامل ده بيتم ايضا من خلال القطار السريع الهاي سبيد ريل اللي هو برضو احد المشروعات الرائدة في وزارة النقل وفي الدولة المصرية فده يعني بيحقق ايضا المنظومة بشكل متكامل احنا برحب باعضاء التحالف مرة اخرى انا تباعت كل الاسئلة ومعا الوزير يمكن نجاوب على كل التفاصيل اللازمة لكن احنا بنرحب بكافة الشركات الدولة المصرية موثلة في كافة الجهات مسؤولة واخدع لنفسها عزل عهد انها بتطور المواني بتنفس بمعرفتها الارصفة بتنفس بمعرفتها المجرى المائي وبعد كده بيتم التعاقد مع تحالفات مختلفة في كافة المواني لإدارة هذه المحطات باشكال مختلفة يمكن انهي كلامي زي ما معايل الوزير قال ان في اكتر من توجه لمحطات اضافية هناك قريبا ان شاء الله اعلان عن محطة جديدة في شرق برسعيد ايضا تسعمية وخمسين متر برضو هتكون اضافة الى المحطات العاملة في مصر بترفع قدرة مصر في التعامل في الحويات او في كافة الانشطة الاخرى ايضا اختم كلامي بنشاط جديد ونشاط حيكون له دور مؤثر وخاصة في ميناء السخنة هو النشاط المتعلق بالوقود الاخضر العالم كله بيتحرك الان الى وعلى التوجه الى الخفض والانبعاثات الكربونية وبالتالي حيكون فيه في الفترة القادمة احتياج شديد الى هذه النوعية من المشروعات وميناء السخنة على وجه التحديد حيكون احد الموانئ الرئيسية اللي بتلعب دور رئيسي في موضوع التداول وتناول موضوعات الوقود الاخضر سواء في سورة ميثانول او هيدروجين او امونيا وكلنا نعلم ان شركات الشحن العالمية كلها بتخطط في الفترات القادمة الى ازاي تتحول الى الوقود الاخضر فانا اعلم من هنا تبقى لرؤية الدولة المصرية ورؤية وزارة النقل ايضا بالتنصيق اللي احنا بنحاول برضو دايما نكون شركاء فيه ان الدولة المصرية وموانئ المصرية هتكون جاهزة قريبا جدا الى انها تبقى متدخلة وبتتعامل في موضوعات الوقود الاخضر بشكل يدي القدرة على انها تدي هذه الخدمة للعالم موانين على البحر الاحمر موانين على البحر المتوسط مهيئة تماما لهذا الوقت اشكر حضراتكم واشكر معي الوزير شكرا يا فندم سادي اللواء نهات شاهين السلام عليكم تسحولي في البداية ان انا اقدم كل التحية والتأذير والاحترام للقيادة السياسية اللي وضعت خطة لصناعة النقل البحري في جمهورة بصر عربية متبثلة انا احكلم عن الجزء اللي يخصي دهاية ميناس كيندرية اللي بيتم فيها حاليا مشروعات غير مسبوقة وكانت حلم لكل من عمل او يعرف ميناس كيندرية ان الكلام ده يتحق فاحنا يعني في الحقيقة يعني بمتبع دقوبة طبعا من سيد معالي فريق كامل الوزير ومتبع مش عايز اقول شي بيومية لكن هي فعلا يومية لان المشروعات دي تنجز في اقل فترة سرونية وبجودة عالية جدا لكن هي الموضوعها برضو مش مش مشروعات ومنعمل محطات وارصفة ودفس الاستراتيجية لقلسة معالي فريق نحن نعمل بنية اساسية ومنجيب مشغل عالمي ان هو يشغل لكن احنا فعلا ماشيين على التوازي في كل حاجة في انا احكلم عن هاية ميناس كيندرية في هاية ميناس كيندرية احنا نتكلم على محطات نتكلم على تأهيل قوة بشرية نتكلم على تطوير في وسائل المتعددة للوسائل في كل مجالاته فحقيقة يعني كل التحية والتقدير لسرعة رئيسة الجمهورية لدعمه لان هيئة ميناس كيندرية تكون هب في منطقة شرق المتوسط والدعم الدقوب للنساء معالي فريق وتسخير كل المشاكل او عقبات اللي بتقابلنا ان احنا نكون سبقين للمخطة التنفيذ لكل المشروعات اللي احنا بقول عليها مشروعات عملاقة وكانت حلمه وبتحق حاليا دلوقتي لكن ان شاء الله احنا نوعدكم الايام الجاية يكون هيئة ميناس كيندرية بكل اللي عاملين فيها على قدر المسئولية ونكون على قدر المسئولين اللي حملتها لي ده القيادة السياسية وكل الدعم اللي هما بيقدمها لنا ان شاء الله وكل الخير لمصر اللي هي تساقمناه كل الخير ان شاء الله ونوعدهم ان احنا نكون على قد هذه المسئولية باذن لو ربنا يعن عليها ان شاء الله مشاكل جدا يكون شكرا سيادة اللواء شكرا سيادة اللواء احنا هدعو احد موسيلي التحالف والسيدة المهندسة هدى ومساعد وزير النقل لترجمة ما سيقول blue good afternoon minister of transport chairman of the yet see economy song معالي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة سوائز and president of alexandriople authority excuse me i want the asking to introduce you to them oh i will i will come on to that السيد clemens العود والمنتدب لشركة حجسون القبض للمواني والمسؤول عن أوروبا والشرق الأوسط okay go ahead the thing risk guests ladies and gentlemen well i think madame holder has already introduced me my name is clemens chang i'm the executive director of hudson port holdings and i'm also the managing director for europe i'm very pleased to be back in your beautiful country to actually initial these two very important concession agreement today hudson ports is no stranger to egypt as we start our first investment in alexandri port in 2005 and we have been very happy with our investment throughout good times and bad times and have kept the terminals open throughout some very dark times despite the ups and downs we've always felt welcome in your country as a foreign direct investor and before i continue i would like to take this opportunity to pay tribute to our very dedicated and hard-working egyptian staff in our terminals and particularly during some of the most challenging times such as the recent pandemic we can right in terms of my actions we have to wait and then the work he has to do to be back in our results for one of the most significant things that we have been working in our��상 as a foreign delegation to be a person and our efforts to prevent the possibility that we have been working in the event in Europe and our efforts to prevent the pandemic during the war and our efforts for social justice and we have better and we have had a lot of work and we have a lot of work in our efforts to be able in video in our efforts in the media in that خصوصاً الفترة بتاعة كورونا فمرت علينا أوقات صعبة جداً ومع ذلك قدرنا إن إحنا فعلاً بمساعدة العاملين معنا في مصر في محطتنا في مصر نقدم الخدمة 24 ساعة في السبع عيام في الأسبوع. نحن هنا علشان نتوسع في خدمتنا ونقدمها إلى المتعاملين المصدريين. المستوردين، جميع المتعاملين والخطوط الملاحية كلهم إحنا جايين علشان نقدم الخدمة دي وكمان علشان ندعم الاقتصاد المصري. وإحنا بكرر بندعم الاقتصاد المصري وإحنا بنوعد ونؤكد على التزامنا إن إحنا داعمين للاقتصاد المصري. وإحنا من النتائج يوصلنا النهاردة لها التعاون الدقوب اللي كان مع الحكومة المصرية وخصة معالي الوزير. إن إحنا من النتائج يوصلنا النهاردة لهذا الإنجاز بتوقيع العقدين المبدئيين للمشروعات بتاعتنا في مصر بالتعاون مع الحكومة المصرية. And with these two additional terminals, the total investment of Hutchinson Port Holdings in the country will approach 1.5 billion U.S. dollars. عوز أقول إن إحنا الاستثمارات الجديدة لنا في السوق المصري بالمحطات الجديدة اللي إحنا بنعملها 1.5 billion U.S. dollars. And as a common user terminal operator, we maintain very good relationship with all our customers. حيث إننا إحنا من أهم أو من كأكبر مشغل عالمي في محطات الحويات. فبالتالي لدينا علاقات جيدة جدا مع العملاء اللي بيتعاملوا مع شركتنا في محطاتنا في جميع أنحاء العالم. And I'm glad to have been able to bring some of the world's biggest shipping lines joining us to co-invest in these terminals. ونتيجة لهذه العلاقات الجيدة أنا فخوري أو سعيد جدا إننا إدرت إن أجزب تحالف وأكبر تحالفات وخطوط ملاحية قوية إنها هي كمان تيجي تستثمر معايا في السوق المصري. And I want to give a special thank you to His Excellency Minister Kamil Awazi for his leadership in this project. أتقدم بشكر خاص لأسيد الفريق Kamil al-Wazir على دعمه لهذه المشروعات التي نقدمها. And you have created a winning formula by bringing the best container terminal operators in the world and the biggest shipping lines together to invest and develop these terminals to fulfill the great vision of His Excellency President al-Sisi to modernize the port systems in Egypt. أنا بأشكر حضرك مرة أخرى لدعمك لأن حضرتك قدرت فعلا بنجاح إنك تكتذب مشغل عالمي كبير وكمان تكتذب مجموعة من الخطوط الملاحية أكبر خطوط ملاحية في العالم. هذا النجاح قدرت تكتذبها لتعمل وتتحالف معك في المواني المصرية تنفيذاً للرؤية الكبيرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السisi. And rest assured, our ambition is to build the most modern, efficient, sustainable, environmentally friendly terminals in Egypt. إحنا مع تعاون مع حضرتك سوف نتمكن من إنشاء محطة مستدامة وفاعلة وقدرة على تقديم خدمات متميزة ومحطات صديقة للبيئة. And deploying the latest technologies to deliver the best result for the country. والجسب والتطبيق أحدث التكنولوجيا في مغيال إدارة وتشغيل المحطات الحويات العالمية. وسوف نقوم بتوطين أحدث التكنولوجيا في هذه المحطات. We will also create many high quality jobs. وسوف نقوم أيضا بإتاحة الفرصة أو تقديم فرص عمل جديدة على أعلى مستوى. And providing good training and development opportunities for the local population. وفي هذا الصدد سوف نقدم أحدث أساليب من أساليب التدريب ونقل الخبرات إلى العملين من الجانب المصري. And thank you for your trust in us and we will not disappoint you. ونشكر معاليك على ثقة تكفينا ونعدك أننا سوف نكون عند حسن ظنك ولن نخذلك أبد. This is only the first step and we will also look into the logistics sector for the country as well. We are ready. We are ready too. And finally I want to thank everyone for the efforts thus far in this project. أخيرا أود أن أتقدم بالشكر لكل من بذل الجهد في دعم هذا المشروع. It is remarkable what has already been achieved and while there is still much to do, I am very confident in the ability of the excellent teams we have assembled to deliver the projects. Thank you very much. الإنجاز الذي تم تنفيذه هو إنجاز الذي ليس له نظير. ونحن واثقين أننا سوف نستمر ونصق فيكم ونستمرين في الإنجاز والنجاح. Thank you. شكرا. شكرا لحضراتكم. شكرا جزيلا فن. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. إذن مشاهدين الكرام من العالمين الجديدة تابعنا مؤتمرا صحفيا لوزير النقل كامل الوزير عقب توقيعه لعدد من البروتوكولات. من بينها مشروع إنشاء محور السخنة الدخيل اللوجستي المتكامل للحاويات. إلى هنا نصل لختام هذه الخدمة الإخبارية. بقي أن نذكركم بأبرز عنوينها. خلال اجتماع الحكومة بالعالمين مدبولي يعنن الإعداد والتجهيز للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة رئيس الوزراء العراقي يقول إن حكومته مستعدة لتسلم من السلطة لأي حكومة منتخبة الأمم المتحدة تدعو أوكرانيا وروسيا لوقف كافة الأنشطة العسكرية قرب محطة زابورجيا النووية ختم خدمتنا الإخبارية دمتم في رعاية الله وأمنه نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سليم اشتركوا في القناة